هل فكرة شراء موبايل من كم سنة كويسة من حيث المبدأ اصلا ايه رأيك في ايفون اه ففتين برو ماكس تقليد بمية جنيه بمية جنيه مع العلم ان الرقم اللي كاتبه ده صحر ايولا افضل اونر اكس ناين بي ولا رين اليفن برو بلاس دول مجرد سؤالين من مجموعة السئلة اجوابه معك لان الفيديو ده قبل ما اقول لك ايه حاجة اجيد ما تساش لايك اكسب وادفع الجراش نوصل لك من ديمكن لجنين مرضو لو تلاحز كده الاسبوع ده نمقدم لك ثلاث فيديوهات اسئلة فانزل كده روقني عايزة نوصل مية الف وقارب وقت وكالعادة كحلالة بتشوف توصيل الفيديو اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي كانت وخلينا كالعادة نبدأ مع اول سؤال السلام عليكم اولا بشكرك على مصداقيتك وافتك للجميع انت حبيبي يا باشا على راسي من فوق وبسألك عن رأيك في الانفليكس زيرو سيرتي فايف جي سعره في البحرين حوالي عشرة تلاف وخمسمية ايه رأيات ولا فيه منافس ليه الموبايل ممتاز وقوي جدا ويستحك الصراحة بس لو انت بقى من ناس اللي بتاعه تسأل في البراند وكده ومش مطم من لينفينيكس وبتاع فقول لك اه في موبايلات ممكن تنافس ولكن لو بنتكلم على القيمة والباكتج لأ ما فيش موبايلات ممكن تنافس هل فكرة شراء موبايل من كم سنة كويسة من حيث المبدأ اصلا يعني مثلا لو كان نفس في موبايل من سامسونج بقلم بس يعني مستغل فعجيب لو سنتين ولا حاجة في فكرة كويسة جدا بس الاهم انك تكون بتفهم في الموبايلات المستعملة او تحاول انك تجيبه جديد هي دي الفكرة ولكن هو فعلا الفكرة كويسة جدا وما فيش اي مشكلة وانا ما عنديش اي اعتراض على حاجة زي كده طبعا ما رأيك في الريدمي نوت لان فكرت يكون بديل للبوكو ايكس فايف برو لانه لم يعجبني شكله من وجهة النظر الضعر بلاستيكي ولا يسل زجاجي انا شايف ان الريدمي نوت اليفن برو بلاس او حش من البوكو ايكس فايف برو انت ممكن تجيب البوكو ايف فايف لان بصراحة انا ما انصحكش بالريدمي نوت برو بلاس بصراحة يعني كم سعر سامسونج اتن وخمسين ولا استحق الشراء ما بشافوش قدامي وما عرفش السعره دلوقتي كام لو تقصد الاس الاثنين وخمسين سأقول لك يستحق لكن الاثنين وخمسين العادي موبال عادي ممكن تلاقي بداية اللي كتير يعني اجيب سامسونج ام اربعة وتلاتين ولا ريلم اليفن كقيمة على معضاء وبكنش الام ام اربعة وتلاتين كقوة شبكات وكده وشاشة شكلها حلوة لو مش عاجبك شاشة الام اربعة وتلاتين فاعت الريلم اليفن ان فينيكس زيرو سيرتي ولا ان فينيكس هوت سيرتي اكيد الزيرو زير دي طبعا يعني ايا مفاش كلام ايا محتاجة كلام اصلا اي الله افضل اونر اكس ناين بي ولا الريلم اليفن برو بلس مع العلم اللي اتنين بنفس السعر عندي الاتنين حلوين يا ترجع في الاول وفي الاخر انت بتفضل اني شاركا من الاتنين بس بصراحة انا اشاه في الاتنين الممتازين يعني الاتنين يستحقوا الشراء السراحة وزير ريلمي سي خمسة وففين سعرهم كام وأنه احسن ريلمي سي خمسة وفسين بيتكلم في سبعة ونص ريلمي تن بيتكلم في تمانية تلتمية دلوقت من فيهم احسن انا اختار ريزموب اين من الصفة متوازن اكتر من الريلموس الخمسين اخد سامسونج اعليات و اخد سامسونجة اعلى نسوا او اربعة و تلاتين اهيار للنسخة او ا attempts و عمسين مستعمل او تلاتة و خمسين مستعمل لا اربعة و تلاتين و اهيار لنسخة اصلنا بكتب على جوجل ريلمس اي خمشوا و غمسين بيجب لي سعره تمانية ربعمية و خمسين تمانية خمسمية لا هو سعره سبعة سبعممة سبعة ستتمية في الحدود دي. انا معي تمن تلاف ومستنى الريد منوت سرتين هل هيكون في الحدود دي? وليه ما فيش تستخدمات عن الريد منوت سرتين اس هو بيكون في حدود تمانية ونص برضو وهينزل. بص انا رأيي ان شاومية يعني مش هتزبط اسعار. وكمان في خبر مش حلو خالص ان الريد منوت سرتين جاي بمعالج جي تسعة وتسعين. فخلنانا انتظر ونشوف عشان قدر اقول لك رأي. ايه رأيك في الريل متين من حس الالعاب والاستخدام اليومي ارجو الجواب عشان اشتري وسعره كامل. والموبايل ممتاز ما عنديش معاي اعتراض. العاب شغل معاك عادي. استخدام يوم شغل معاك عادي. الموبايل لو فوش مشكلة الصراحة يعني. ايه رأيك في موبايلات جيمينج بوكو اكس فايف وبوكو اه اف فايف. انا اقول لك البوكو اف فايف. بصراحة. هو لو عايز وحش في الالعاب. اوبا فايند اكس فايف ولا اوبورين وليفن. انا احسن. الاوبورين وليفن لسه ما توفرش اصلا في السوق المصري بشكل الجراش اللي قد راحكم. بس انا مسرحة. يعني عجبني جدا الاوبا فايند اكس فايف شاف ان ده صفقة مش هتتعود تاني من شركة اوب. رايك في البوكو اف سيكس او ريدمي كي سيفنتي هو موبايل قوي جدا. وقلت ان الوبايل ده من ضمن الموبايلات اللي اتيقلي بالدنيا في السوق هو الحد الانوى الموبايل الاكثر مبيعا من الوبايلات الجديدة اللي تم الاعلان عنها رسميا. اتكلم على شواحن مع دي شواحن لسامسونج انا شريمي على امزون بمتين جنيه. قول للناس على بيضا لما يروحوا يشتروا شواحن بستمية وكده ما اقدرش اقول للناس علاش حاجة انا ما اعرفهاش بصراحة. فلو انت شايف ان تجريدتك مع الشاحن كويس او الشاحن كويس. ياريت انزل تحت الفيديو في كومنت وتقوله ولكن انا ما اقدرش اقول حاجة انا مضمنهاش الصراحة. حقك علي انا اسف. بس لازم اكون جربت الحاجة عشان اقدر اتكلم عنها. لو سمحت ايا افضل موبايل بسعر تلتمية وخمسين دولار ارجو الرد. انا رأي ان انت تستنى. الانر هندريت جاي في نفس السعر ده وبيقدم توليفة قوية جدا. حبيبي يا محمد ريلمي سي خمسة وفمسين ريلمي مين اي بنفس السعر ستوميت ريال بالسعودية اللي احسن فيهم ريلمي سي خمسة وخمسين مدام بنفس السعر. فعلا انا مبسوط مع الفون جدا تحياتي لك يا محمد حبيبي يا باشي على رسم الفون. اهم حاجة عندي انك تفضل مبسوط دايما مع الموبايل ما فيش اي مشكلة. على قرارات انتظر ل اي خمسة وعشرين اي خمسة وعشرين موبايل انا يعني متفائل ان شاء الله ويحس ان الموبايل ده هيعمل فرق كبير في السوق خصوصا ان السامسونج مؤخرا انت السعراتها ممتازة في السوق المصري اصلا. بعد ايزدك يا مفترم مين افضل ريلم ولا ريلمي ناين برو من حيث التكمل والكيمة مقابل سعر ريلمي ناين برو طبعا لان الفرق ما بينهم كبير. ريلمي ناين برو بيتكلم في تمانية وشوية ريلمي بيتكلم في تسعة وكسور. ثانا اختار ريلمي ناين برو بيقدم كيمة اعلى مقابل السعر. ايه رايب في ايفون اه تقليد بمية جنيه بمية جنيه مع الاقل من الرقم اللي كاتبه ده صحر. ده مش هيشتغل اصلا ده ممكن يكون منظر بس يعني مية جنيه ايه? انا اعرف ان الايفون التقليد بيكون بخمسة وبيكون تعباء لكن مية جنيه اقول مرة اصمع. هل فعلا زي ما الناس بتقول ان في الريلمي فقاة السي وحشة جدا عشان كنت اجيبه سي خمسة وخمسين وناس بتقول عليه وحش والسوفت وير بتاعه وحش والله ان الموبايل ما فوش مشكلة. فقاة السين فعلا من الريلمي انا بمحبهاش خالص وبتبع قليلة جدا عن الفقاة الرقم من الريلمي بس السي خمسة وخمسين بالتحديد كان موبايل كويس وما قدرش اقول حاجة في حق الموبايل ده الصراحة. ايه رايك في الريد مي نوت تن اس في السنة الجديدة انا شايف ان قيمته حلوة قوي. بس العيب انه اندرويد اليفن. انا عايز موبايل يعيش معي زنتين. رأيه يعني الموبايل مش هتحدث معك يا دي المشكلة. بس الموبايل كويس ما فوش اي مشكلة. فبالسعر ده انت ممكن يعني نتزود شوية جيبي الريلمي اليفن ريلمي تن. بس انا صفقة احسن يعني. ايه رأي حضرتك في البوكو انفور برو ام سامسونج اتنين وعشرين للالعاب. لا طبعا البوكو انفور برو سامسونج اتنين وعشرين في الالعاب مش احسن حدا الصراحة. كنت عايز موبايل مستعمل في حدود خمسة او ستة. ما بلاش مستعمل احسن. عشان في ناس كتير بتتضر منه. يعني انا بخاف اقول لحد مستعمل. لا يكون ما بيفهمش في المستعمل يرجع يعني يشتكي مننا. فخلنا نخرج المستعمل برا الحزمة. لان فعلا فيه مشكل كتير. ايه الافضل بوكو افايف ولا ريمي جيتين يو انا سألت السؤال ده كتير. انا بصراحة البوكو قوي وكل حاجة بس انا خايف من فكرة السفتوير بعد سنين من شاومي مش بتكون افضل حاجة الصراحة. استاذ محمد قال سامسونج اتنين وسبعين من افضل الهواتف الحديثة زي الاربع عشرين والاربع عشر وكده. هو ممتاز وكل حاجة بس قديم. قديم دي هتلاقي البطارية بتعاني في الموبايل ده. ما رأيك في الوان نورد سري وقال يوجد منافس له بنفس السعر. طب قل لي سعره كيف عشان اقدر اقول لك رأيي. هو موبايل حلو وكل حاجة ولكن التسعير بيفري جدا بالنسبة لي. وهو للأسف مش متصعر قدامي في السوق المصر عشان اقدر اقول لك بكام. متابعك من سوريا بد الموبايل مقارنة مع ربعة وثلاثين. مع العلم سعره عندنا متين خمسة وثلاثين دولار. هو الموبايل ده ممتاز في الالعاب وكده ممكن اقول الموبايل اللي قدر اتقرن معه في حتة الموبايل المقارب اللي عمتا يعني هو يعني ده اه رب نفسينه. ايه افضل موبايل حاليا من خمسة خمسة ونص اربعة مئة تمانية وعشرين لا انا اقول لك تمانية مئة تمانية وعشرين واقول لك هتلقي سوفك ومش هتلاقيها تاني. وبس كده وبكده نكون وصلنا لهاية الفيديو اكيد ما تنسى نشفع في الفيديو لايكك سبسكبايبك الرائي واتفعل الجراش انو وصلك منها دايما كل جديد وكالعادة انتظر من الفيديو جديد. السلام.